اليوم سوف نحضر بيت زغير في المقلب بدون فرن كانت جيدة جدا لا تنسوا لايكاتكم واتشجاعتكم ولكن اول مرة تشاهدوني نضمون حسابي عنواء الحادقة لكي تصلوا بمزيد من الوصفات ونبدأوا على بركات الله سوف نحتاج جوج كسان ونصف دقيق الفرس مع القاة صغيرة عمرة مزيدة خميرة خبز ملحة لحسب الضوغ واحد الضويمة بالنكاة التومة تستطيعون تعودها بالتومة بودر أو تستغنى عليها قليلا وضع العلوبة طبيعية أو ضن المسوس لكي تجدنا العجين ديديدة سوف نضيف قليلا من السكر لكي تستغنى عليه سوف نجمع العجين بالماء لكي يكون دافئ حتاجة تكسل الاروب الماء لكي تجمع هذه الكمية العجين العجين تكون خفيفة لا تحتاجوش أن تدلكوها نهائيا حاولت أني ندهنها بزيت شوفوا القوام في جدائر سوف نغطيها بالبلسطيك الغذائي ونجدها ترتاح وكتختامر نحضر الحشوة بالنسبة لي أنا سوف نضيف غير السلسة الطماطم هي التي سوف نحضرها و الحشوة كاملة سوف نضيف غير بطون ونتومة أي شيء تدريها في الحشوة تطيبوها في هذه المرحلة حتاجة تجدو حبات الماطاشة الحجم كبير محكوكين ملعقة كبيرة شوية الملحة شوية البزار و شوية الزعتر مع شوية الزيت سوف نغطيع لهم و نجدهم يتبو حتي و اللي ولي عليها تشكل هذا كينشفوا و يبدو يتقلى و غير في هذه المرحلة سوف يكون السلسة الطماطم تكون واجدة يعني كان نوجدها بكل سهولة و كتجيل ديدة بزاف العجين ديالي رجعت لها بعدما اختامرت و اضاعف الحجم ديالها قسمتها على جوج كتجيني جوج ديالبيتزات متوسطين في الحجم ماشي كبار و ماشي صغار بزاف حاولت اني نرش سطح العمل بشوية ديال دقيق و كان بالسطل العجين ديالي كتكون رقيقة من بعد مباشرة فاش كان نضسطها كان ديرها في المقلاء اللي كتكون سخونة من قبل كان محطوطة على نار اللي تكون بهيلة بهذا الشكل هادا كان نحاول اني نقادلها الشكل ديالها باش تجينا دائري يوم قادلها كان ناخذ واحد الفخشات و كان بده كنت تقبوها مزيلا بش ممكن تنفخش و غادي نغطي عليها و نخليها ثلاثة دقيق تقريبا حتى كتبالي بانا بداتك التحمر من الاسفل عاد كنقلبها كتبولي لي هاد الشكل هادا داروري تبدأ كتتتحمر باش كتجينا يعني العجين ديالنا طيبة تماما سافي كنجيب هاديك سالساة طماطم غادي نحاول اني نوزعها فوق من البيتزا ديالي غادي نجيب ايضا طون كيف كنت لكم انا درت اسهل وصفة و قالد وصفة تقريبا ها ديال طون كل شي كي حمق عليها و في نفس الوقت ساهله وبسيطة إلا كنتو غادي تديروا الدجاج او الكفتة او اي حشوة بغايتو تديروها ضروري كتطيبوها قبل لاننا في هاد المرحلة هادي غا سقصنا ندوبو غير الفرماج هو اللي كيدوب لنا في هاد المرحلة كنغطيو عليه و كيخليو غير كيدوب بصافي و كتكون يعني البيتزا ديالنا واجدة إلا درتوا شي حاجة بحال الكفتة او لدجاج فضروري طيبوهم من قبل لانهم ما غاديش يطيبو لكم بها الطريقة ماشي بحال الشكل ديال الفران سافي درت الجبن درت شوية ديال الفلفلو شوية ديال البصلاء اللي كنت قطعتهم مرقاقين مزيان كيبقون هكا كترين بيتوا طيبوهم حتى و ما طيبوهم درت الزيتون غطيت على البيتزا ديالي و عود خليتها واحد ثلاثة ديال دقائق سافي او كتكون واجدة كتتجي على هاد شكل هذا غير كتتتحمر من التحت و يضب ليدك الفرماج سافي و نطفع لها النار طيبت هذيك البيتزا التانية بنفس الطريقة و نحصل على جوج ديال بيتزا ديال بسرعة و يجي و رائع بزاف العجين ديالنا كتكون من السماء و كتجي لديدة و في نفس الوقت كتجي طريية و ارتبة شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي يعني تماما بحال ديال الفران ما كيش فرق نهائيا ما تنسونيش من لايكاتكم و تشجعتكم و نذكركم إلا كنتوا اول مرة كتشاهدوني ف ما تنسوش تنضموا الحسابي عنوال حدق و تضغطوا لازل الاشتراك بش هكا توصلوا بمزيد من الوصفات و الشهوات و لعجباتكم هاد الوصفة كتبوا لي في التعليق بش نكتر لكم بحالة الوصفات السهلة و السريعة و الى اللقاء